لدينا النهاردة يعني مجدي مكين جديد وده حصل في اسم شرطة من شرط ناصر وبخيط معينا بخيط عبدو ابن عم القبطي الذي يعني قيل عنه نخنق نفسه ولكن طبعا نتقتل كاميل كامل عويدة أستاذ بخيط برحب بحضرتك معينا أهلا بك طيب الاول كده من الاول قل لنا ايه اللي خلى كاميل يتقبض عليه ومن امتى الوقع دي وامتى تم بلغكم بانه هو شنق نفسه مبارح طب ممكن تغير مكانك شوية معلش احنا فيه تقطيع في الصوت شوية بخيط طيب ودي صورة طبعا كاميل بس اعتقد انها يعني احنا نشوف عمره برضو قد ايه بالزبط اعتقد فقدنا الاتصال عموان طبعا هقول لحضراتكم انه كتب الاستاذ نادر شكري شبت ازمة جديدة بمنطقة الزرايب بمنشيط ناصر بالقاهرة بعد مقتل كبتي بقسم شرطة منشيط ناصر بعد القبض عليه مساء امس في كميل بالمنطقة قبلغ قسم الشرطة اسرته بان الشاب قام بشنق نفسه داخل محبسه وتم نقل الجسمان لمشرحة زينه قال احد قرائب الضحية ان الشاب بيدعى كميل كمال عويدة واحد واربعين سنة كان يعمل كمساعد في تخليص اوراق وتوكيلات سيارات بمرور منشيط ناصر يعني هو كان اللي بيسموه خلصوتي يعني مثلا حد عايز يعمل عربية حد عايز يشوف موضوع المخالفات اللي عليه فهو كان بيعملوله توكيل علشان هو يروح المرور ويخلص الاوراق دي فالتقال يعني فيه روايات بقى مختلفة المهم ان كان حد من اقرباه قال انه طلب منه ان يدفع مبلغ طلبة منه من اسم الشرطة ان هو يدفع مبلغ يومي او من المرور يعني من حد يعني المقابل ما يحصل عليه من معاملات يومية في انهاء الاوراق هو لما بيجي ينهي اوراق حد او بيخلص لهم حاجات بياخد تتعب او عمولة فكان فيه حد عايز يدفع له يعني يدفع له من فلوسة و هو بياخدها وطبعا هو رفض ده وتم القبض عليه في كمين بحجة اشكاليات في رخص السيارة اللي كان بيقودها وفيه برضو قصة تانية كانت بتقول انه حد باين يعني من الناس اللي واصلة كان عليه مخالفات الف جنيه فهو دفعها له فمرضيش الشخص ده يدفعها فيعني وصل اسم عليه مفيش حد يقدر يجزم الروايات دي روايات مرسلة محدش يقدر يأكدها ولا يعني الكلام ده زي ما بقول لكم المهم لكن الموضوع انه هو بالفعل قتلة ولما بلغوا اسرته قالوله انه هو قتل نفسه شنق نفسه فطبعا دي كانت برضو الحكاية اللي هي غريبة جدا وانه هو انه قالول مشرحة زينهم وده بالتأكيد يعني فجر تقاط غضب لدى الشباب واسرته وكل ما عارفه وكل المنطقة واتهموا الاسم طبعا بقتله وانه اشبه بما حدث مع بائع السمك مجدي مكين اللي قتل بقسم شرطة الاميرية الامن كان طوق مركز الشرطة بعد بدء تجمعات المواطنين وتخوف من اندلاع عمال عنف ضدهم بعد توجيه اتهام للاسم الشرطة بقتله اعاد الينا تاني الاستاذ بخيت ابن عم كاميل الاستاذ بخيت اهلا بيك مرة اخرى الرواية بقى الصحيحة في انه ايه اللي كان السبب انه الموضوع يعني يؤدي للأبد عليه وللنتيجة انه هو يقتل بيقول انه هو كان معه رخص وذوره وده طبعا كلام زر صحيحة انا ابن عم كانت جان وصيب بساعد يعني بيشاعد البيت نعم ما لا اعزقه اللي خرص رخصة يعني بلقوها كذا راضي كان بيساعد وبيروف لقوص معيها وبيخلص بأمور بشكل قانوني جدا جدا ما توش اي حاجة خالص طمانة تنبي حالو ايوة معيك يعني هو يعني دي برضو حاجة تالتة لان انا لسه كنت بقول المشاهدين على بال ما حاولنا نتواصل معاك مرة تانية انه كان فيه ناس قالوا انه حد من الشرطة او حد من مرور كان عايز ياخد منه عمولة برضو من الفلوس اللي هو بياخدها وحاجة تاني قالوا انه فيه شخص يعني واصل دفع له هو الف جنيه زي مخالفات او حاجة زي كده ورفض انه هو يدفعها ويعني حرد عليه فانت هنا بتقول كمان انه اللي تقلوكم الاسم بقى هو انه انه اتقبض عليه عشان معايا بطاقة آآ يعني رخص مزورة طبعا يعني اتقبض حد تاني اتقبض على حد تاني معايا استاذ بخيت مع كاميل ولا هو الواحد اللي اتقبض عليه فيه اتنين تانيين اتقبضوا مع اتقبض اتقبض حدرتك دلوقتي مش مفروض لما بيطقبض على مجموعة مع بعضه كلهم استاذ بخيت سامعني الخط وحش جدا انا قسف جدا يعني انا المفروض اللي افهمه انه بيبقى يعني بيتحبسوا ليه انفرادي بتهالي لما بيتقبض على حده لسه يعني ما بقض عليه في الاسم يعني هل في الاسم يعني كده حجرات مختلفة علشان يبقى فيه حبس انفرادي مثلا ولا برضو زي ما حصل مع مجدي مكين انه كان في مكتب المأمور والصحابه مهزجونين جنبيهم في قوضة هم سامعينه يعني فالحقيقة الواضح ويعني زي ما سمعنا زي ما سمعنا منه انه هو اللي قاله كده انه يعني الساعة 8 الصبح لقومة كانوا سامعين صراخه طول الليل اتنين اصحابه اللي اتقبض عليهم معاه وانه الساعة 8 الصبح لقومة رمي على الارض وزي ما قلت لحضراتكم بقيت القسطة انه يعني قالوا لأهله انه هو شنق نفسه مش عارف بحبل ولا معرفش بايه جابه من برضو من الاسم يعني ما هي برضو حكاية انه يعني احنا كل شوية دي هي فكرة انك انت النهاردة ازاي اي حد يعني المفترض انه مفيش ملايات مثلا ايه اللي مخلي حبل في الاسم مثلا يعني ما احنا حصلت قبل كده حالات وقال لك شنق نفسه ومش عارف ايه وفاكرين الموضوع الكبير بتاع الهيئة القضائية وبرضو اللي هو اللي كان بيخلص الدنيا ده اللي قالك برضو كان مستشار تقريبا وقالوا انه شنق نفسه طب ما يا جماعة انتو بتسيبوا حاجات ليه ممكن حد ممكن اي سجين او تحت تحقيقات يخنق نفسه بيها يعني لغاية دلوقتي لسه يعني عايزين تقولولنا ان انتو مخدتوش بالكم المواضيع دي ما هو ده خطأ كبير برضو يعني حتى لو انت عايز تقول كده طبعا يعني بنتمنى ان يكون معاهم محامي وانه هنتابع برضو الموضوع ونشوف زي ما كان دلوقتي حق مجدي مكين وطبعا يعني اتقابد عن ناس والكاميرات والقصص دي كلها فبنتمنى ان برضو نفس القصة تتعامل بالنسبة لكاميل انه فين هل في كاميرات ولا لا فين الموضوع ايه الاسبات الطب الشرعي طيب والجثمان هو برضو من الحاجات اللي اتقالت يعني انه كان فيه اثار تعذيب على جثمان فلازم يكون فيه يعني كل دي بيانات نتحصل عليها طيب احنا مقدرناش الحقيقة واضح انه مو في مكان الشبكة مش مزبوطة مقدرناش نتواصل معا مرة تانية وزي ما قلت لحضراتكم ان شاء الله برضو لو فيه اي جديد هنحاول ممكن يكون معنا برضو يوم الجمعة عشان نتابع ونشوف هترسي على ايه بالنسبة لانه زي ما قلنا مجدي مكين الثاني كميل كمال كميل كمال عويدة واحد واربعين سنة بيتدعو انه هو شنق نفسه والاسرة تتهم الشرطة شرطة منشاة ناصر بقتله هنتابع زي ما قلت لحضراتكم ونشوف الاخبار فيك